مرحبا قناة مميزة على يوتيوب لمساعدة الأشخاص يلي ممكن يفوتوا على السجن قريبا أنشأ سجين سابق ليشارك خبرة سبع سنين من الحبس ويعطي نصائح ليقدر السجين المستقبلي يستمر ويصبر على صعوبة الحبس نصائح جو ركزت على طرق للتعامل مع الزمل بالحبس أماكن تخبي فيها غراضك كيف تعمل آيس كريم بيتزا وانبيض من داخل السجن جو قدر تتعلم كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة ومواكبتة من خلال قناة تلفزيونية وحيدة كان مسمحهم بمشاهدتها بالحبس وهي عن التسوق بالإضافة لشو كان يقرأ بالمجلات يلي تصلوا برنامج جو حصد الملايين من التعليقات يلي مننا شكروا على هالشي لأنه عم يعطيهم أمل ومننا منشافوا شي مقرف ورح يرجعوا على السجن أما رسالة جو للعالم فهي استمتعوا بالحياة ما تستهينوا بأهمية أي شي وقعتوا أفضل معنكم كل يوم ومنها القناة المميزة من انتقل لسبا أيضا مميز بقدم تجربة فريدة جدا من نوعها سببت جدل عم واقع التواصل الاجتماعي بسبب فكرتها الغريبة سبا بقدم حسب ما بيوصفها ويلي بتتيح لزبون أنه يغطص بمغطس من النبيد المستخرج من نوع عناب خاص موجود بإسبانيا ليقدم لزبون تجربة فريدة بتسمح له الاستفادة القصوى من خصائص هالعنب المضادة للأكسادة ويلي بترتب البشرة وبتنعمة المغطس أسم المتابعين حوله بين مؤيد ومرتاح للفكرة ومستعد يجربها وبين مين قرف منه واعتبره أنه فكرة غبية لما نشرب من شي كنا غاطسين فيه وأخيرا بدي أختم مع فيديو تفوق فيه رئيس دونالد ترامب على نفسه هو عم يحكي عن اللحظة يلي قرر فيها الهجوم على سوريا وحسب حكيه كان بهاللحظة عم يستمتع بقطعة كيك طيبة كتير ولكن يبدو أنه ترامب ما كان عارف على أي بلد عم يقصفه آل العراق بدل سوريا رئيس أقوى دولة بالعالم نسي على أي بلد أعطى أمر بالهجوم ولكن اتذكر قديش قطعة الكيك بلحظتها كانت طيبة ومع هالفيديو الكارثة بدي أوداكم وأتمنى لكم فصح مجيد لمزيد من التفاصيل عن هالأخبار وأخبار أخرى تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنساجرام سنابتشات وما تنسوا توتاغ عند هاشتاغ ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولى بنشرات لاحقا باي